في الثامن عشر من مالس 2011 اليوم الذي عرف بجمعة الكرامة أصبت برصاصة كان مدخلها من العين اليسرى ومرت من تحت الأنف وخرجت من العين اليوم يومها كان في العاشرة من عمره يواجه أحشرات القناصة المنتشرين لحماية نظام خرج الشعب ضده كان سليم في اليوم السابق لإصابته يرى جيداً ويحدق فيما يقع عليه بصره لكن قناصاً تابعاً للنظام صالح أطفأ كل شيء رآه سليم وجعله يرى السواد في كل ما يحيطه بعد سبع سنوات من يوم اعتقد المسعفون فيه أن سليم قد مات يقف الشاب سارداً قصته أمام الجمهور معيداً الأمل للحاضرين ولربيع اليمن الذي تكالب السواد عليه وبعد أيام شاروا الشاش واتفاجأت بالنفس الظلام كان لسليم قبل أن تصيبه رصاص القناصي أحلام وهوايات وكان يشارك أقرانه الأطفال اهتماماتهم وقد أرادت قوات صالح الموجهة ضد تظاهرات السلمية إفقاده أعز ما يمتلك وكغيره ممن خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالالتحاق بركب التطور والتقدم وهتفوا ضد نظام يحمي الفساد وينميه فقد تعرضوا لأنواع القتل وأشكال التعذيب وما زالت جراحات تلك الأيام قائمة إلى اليوم سليم الحرازين وبعد سنوات عديدة يعلن انتصاره على كل ما أريد له استعاد الجزء الأكبر من هواياته وأحلامه لكن بلاده لم تتمكن بعد من استعادة ما فقدته ولم تتعافى من ما لحق بها في رحلة أبنائه وتوقهم إلى الحرية والعدالة وما زالوا في مواجهة مباشرة مع أميرات النظام الذي خرجوا لأجل إسقاطه ولأجل صناعة مستقبلهم